السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ماروة امامة عدى نهاردة هعمل لكم ريفيو عن الاجون اي كنتور للعين هقول لكم كل المميزات والعيوب اللي انا لقيتها فيه و هقول لكم كل حاجة في الفيديو ده لو اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي بليز اعملوا سبسكرايب للقناة و لايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة اللي انا بقدمها ويلا بنا نبدأ الفيديو الكنسينور ده ما يعتبرش كونسينور بس يعني هو يعتبر كونسينور علاجي تمام هو بيعالج عشيات كتير قوية في منطقة حوالين العين و هو بيستخدم مرا الصبح و مرا بالليل بس انا بصراحة مباستخدموهش كعلاجي انا باستخدم اصلا في العادي كونسينور لان اصلا مش بحوط يعني ميكاب خالص فبحب حوالين العين او منطقة حوالين العين بحب بحوط كونسينور فشوفت رفيوهات كتير عنو و بصراحة قررت ان انا اجيبه كحاجة مثلا اجربها و ان هي كويسة ولا لا او لما جربته حبيت ان انا اعمل يعني ريفيو عنه ليكو هو الكونسيلر ده هو طبعا صناعة مصرية لو يعني بتتكلموا على المقاطعة يعني المقاطعات عموما اللي شغالة لا هو صناعة مصرية هو مهم جدا قوي للعين ملمسه صوفت يعني ناعم كده خالص على منطقة العين مش زي مثلا الحاجات اللي احنا بنحطها التقيل او كونسيلر تقيل او فونديشن يعني هو طبعا الفونديشن مش بيتحط يعني في منطقة حوالينا العين بس لو انتو بتستخدم حاجات زي كده فهي مدرة جدا ليه فوايد كتير هقولكو عليها دلوقتي اول حاجة بنتكلم عنها ان هو طبعا مكتوب عليها هو الاجون اي كنتور تمام خلي دي كده بس لوري كل حاجة اللي هنا اي كنتور كريم ويز كونسيلر يعني هو اي كنتور كريم هو كريم ويز كونسيلر يعني بيدي افكت يعني في لون في لون معين بيغطي الهالات السوداء والحاجات دي تمام مكتوب عندي برضو اللي هو بالاسود هنا بيبتت كومبليكس البيبتت ده حاجة كده مهمة جدا للبشرة بعد سن التلاتين البشرة تقريبا بتفقد حوالي تلاتين في المية من الكولوجين الطبيعي اللي هي ان البشرة بتنتجه والبيبتت كومبليكس ده بيحافظ على نظارة المنطقة دي وان هو بيغطي منطقة اللي هو الشعيرات الدموية ما بيخليش الشعيرات الدموية تبقى بينة بيدي نظارة للبشرة بيخلي البشرة يعني او منطقة تحت العين يعني منطقة يعني نعمة بيحافظ على المنطقة دي من الشيخوخة لو احنا استخدمنا منتجات زي كده يعني بعد سن التلاتين كمان بالذات بيحافظ على بشرتنا تمام بيساعد برضو على مرونة الجلد وبيقلل منطرهو للجلد يعني ان هو المنطقة دي تبقى العين كده مش يعني سقطة كده وتحت العين كده يعني مش مش كويس بيعالج برضو للتهبات طبعا يعني هو بصراحة اللي بيبتت كومبليكس ده يعني من الحاجات المهمة جدا المفروض ان احنا يعني تبقى موجودة عموما في الحاجات اللي احنا بنختارها للكوزماتيكس بتاعتنا تمام عندي برضو اللي هو المارين كولوجين طبعا الكولوجين مهم جدا للبشرة زي ما انا قلت كده ان البشرة بتفكت 30% من الكولوجين بتاعها هي البشرة اصلا في العيز بتاعها ان هي بتطلع كولوجين او بتفرز كولوجين فالمارين كولوجين هو بيعالج الهالات السودة اللي حوالين العين بيهدي من تهيج البشرة التورم والالتهبات والاحمرار اللي هو بيبقى في منطقة تحت العين وعندي برضو الكافاين نفس الكلام بيعالج برضو الهالات السودة وبيرطب البشرة طبعا الحاجات اللي هي بالكافاين بترطب البشرة جدا وبتعالج الشعيرات الدموية هو بيعتبر يعني قابض للأوعية الدموية تمام وبيسرع طبعا من العلاج لو فيه مثلا حب شباب او حاجة زي كده دي كلها منتجات اصلا دي يعني بتساعد على ان البشرة تبقى ندر اكتر تمام عندي برضو هنا في الجزئية دي مكتوب عندي اللي هو فور دارك سيركل اللي هي الدوائر السودة اللي هي التحليق العين يعني اللي هو تحت العين المنطقة اللي هي تحت العين دي وعندي تاني حاجة مكتوب عندي بيفناس دي اللي هي التورم وعندي اللي هي رينكلز دي اللي هي الخطوط الرينكلز اللي هي الخطوط زي الخطوط التعبيرية كي بيبقى فيه خطوط تحت اللي هو التجعيد يعني رينكلز دي يعني اختصارها ان هي تجعيد دي وزنها أو يعني مش وزنها يعني حجمها 30 ميلي تمام أنا كنت جايبا من صيدلية الخليل اللي كانت 850 وقلت له إن كان فيه أوفر عليها فعطهوني بـ 220 تمام بصوا والكونسينار ده من الآخر هو كونسينار علاجي كذا دكتور يتكلم عن الكونسينارات العلاجي ومنهم دكتور هيني الناظر يتكلم عليه وقال إن هو من الحاجات اللي بتعالج كويسة وطبعا دكتور هيني الناظر مش حيخطر باسمه عشان منتج سواء أخذ يعني مثلا حاجة للدعية أو مش أخذ حاجة للدعية بس هو عموما اتكلم عنه ومكتوب عندي هنا غرض الاستخدام هو كريم لتقليل علامات تقدم السن والتجعيد عندي برضو هنا طبعا أنا مش باستخدمه أنا لسه عندي 30 سنة فالي هو مش باستخدمه لتقدم السن والتجعيد بس أنا باستخدمه كالكونسينار وفي نفس الوقت تلاهم عديت التلاتين أو أنا في سنة التلاتين فأنا دلوقتي محتاجة إن أنا أستخدم الكريمات اللي هي فيها نسبة كولوجين عشان ما تخليش بشرتي طبعا إن هو يبان علي العجز مسلا سريعا بالزيد يعني بعد الاربعين أو بعد الخمسين يعني فننتي تستخدمي حاجات زي كده من وقت بدري فده يعتبر حاجة كويسة مكتوب عندي هنا ضعي صباحا ومساء على وجه نظيف تمام ودلكي يعني برفق حوالي منطية العين باستخدام أطراف الأصابة بصراحة أنا نصحكو بيه هو لذيذ وكويس حواليكو دلوقتي برضو يعني إن هو صفتة على الإيد كده بصوا كده تمام حتى العلبة نفسها بصراحة حطيتها شيء كده ولذيذ هحط نقطة هنا كده على إيدي نقطة صغيرة هي خالص ويأبدأ إن أنا أدلكها هو بصراحة الكفريدج بتاعه مش عيلي يعني أنا لما قريت لقيت إن الكفريدج بتاعه عيلي مش مش أعلى حاجة يعني ممكن تتخيله هو عايز حاجة خفيفة كده عايز نزول النهار مثلا رايحة شغلك رايحة كليتك نزلة مثلا يعني مشوار خفيف الصبح لو إنتي هتستخدمي ككونسيلر تمام بصوا الفرق بين دي و دي لأ هو عطى فرق يعني فيه كفريدج هو عملي تمام آآ فهو أنا بصراحة أحبيت المنتج ده ومعنديش مشكلة إن أجربه تاني ممكن أن تطلبوه على الصيد بتاعهم اكتبوا آآ 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 وحينزهر لكم المنتجات بتاعتهم كلها آآ آآ هو أنا شايفة إنهم عاملين عرض النهاردة إن إنتي تشتروا واحد واحد فري هو ثمنوا على الصيد 250 جنيه وعملين برضو آآ عروض على الديودرنت آآ ممكن تجيبوا برضو واحد واحد فري عاملين حاجات كده مكتوب عليها هوت الهوت دي اللي هي الحاجات اللي عليها عروض لو حابين إن إنتي تطلبوه وشوفوا هو الشابينج بتاعه حيبقى كام آآ أنا كده تقريباً عطيتكو كل المعلومات عنه آآ آآ وحقول لكم رأيي إن هو أنا أرشحه لكم ومعنديش أي مشكلة فيه وإن هو كويس عادي ولو آآ عايزين تطلبو أو تعملو شيرينج مع حد تاني يعني ممكن تطلبو أنتو مثلا واحد وأختك واحد أو أنت وصاحبتك أو كده فلا هتحس إن هو يعني حيفرق بجد معيكو بالذات إن هو علاجي أكتر من هو حاجة بالدور البشرة وإن هو حاجات يعني حاجة مليانة في فيتامينز ودي أصلا حاجات مهمة جدا وضرورية للبشرة لإن إحنا جماعة والله بنستخدم حاجات كلها مدرع على على بشرتنا وفي أكلنا ومش بنهتم قوي يعني المفروض إن إحنا نهتم بصحيتنا لإن فعلا الصحة تجي على رؤوس الأصحاء ودي حاجة مهمة قوي 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 يعني لينا والحياتنا وإحنا أكتر حاجة بنهمل فيها صحيتنا بصراحة يعني بالذات لو عندنا أولاد فمفيش وقت لنفسنا طبعا مرسي ليكو والوقتوكو ويريد أكون أنا في التوكو بالفيديو بتاعي ده وما تنسونيش في اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكو كل جديد وبي باي باي